ما أدري ما أدري هو شنو أن ما أدري فاهمني السالفة شنو حتى أبتهم أنت وين لقيت التهديد؟ بباب البيت بباب البيت شكاتبين بيه؟ ماذا ما تكمل المعاملة انكتلك؟ وان الله ويسووه ويكتلك ويكون خلاص من عندك زين أنت بعد ما وصلت الأمور لهذا الحد شو حسوي ناو يتكمل هالمعاملة لولا تمشيها؟ لا لا ما مشيها أبدا شنها مشيها؟ شي قول عليها؟ أي لا حقك حقك ومعاملة بيه نقص الشنو تمشيها؟ لا لا حتى لو ما بيه نقصها ما مشيها ليش؟ يعني أوقع علامات عيني يصير أجيب وأوقع علامات غير أدقق أشوفه هذي وتاشي يا ترى المعاملة ما صح له هاي وما درش به مستعجل؟ يا علامات عيني يا علامات عيني وين الله يبكسوها لعينك ويخلصونا منك زين أنت قول لي بلا زحم عليك هاي المعاملة اللي هي سبب المشكلة صال هاي قد عندك يوم سبوع لا 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 وين؟ من 2007 جيب الكاس جيب ايه من 2007 وحتى هو الرجال مات وهذا ولد كبر وعرف بالسر ما الموضوع أبوش موتهش جلطة ما عرف أيش فدور وعرف هذا يجي يهددني والله عليك ما يصير؟ يهددك على إيه سابق؟ والله وها سيدني أكمل معاملتي هسا؟ انت موظف انت وهذا شغلك شون يهددني؟ لا 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 بسانا ما كمل المعاملة ليه؟ أنت لا مديري وتقبلها ونحن أوقع لا لا تقبلها بشمال لا 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 أطلع التقاعد ولا أكبلها لا الحمد لله ازبقا تدري بي أنا تعرفني أزبقا تدري بك هل أنا تحب شغلك كل زمان؟ لا 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 أحمر لم أقال مثل ما هل أهدد موظف أثناء تأدية حمل هو هذا الموظف أصلاً ما عند عمل غير بس يأخر أشغال الناس كدامي 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 تهدد بالعالم تهدد بالعالم ألقان القبض على المتهم اللي هدد الموظف لا قصرته ما بسرعة الله لا ينطيك أخيراً لكفوك أخيراً لماذا يا ابني لماذا تلجأ لهذه الأسالي بالواقع تهدوني عليها تهدوني تهدد صالف 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 واحدة أشغالك 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 قلت له أربع سنين وكمل معاملتك تهدين لا بابا بس أنه جاي علي أنا أحل لك كل الإشكال لماذا تهدد الموظف يابا ما الرخصتكم أنتو فاهمين غلط ترى هو اللي مهددني شنو شنون يابا هاي معاملة مالتبوي وتوفى وأنا يجي تكمل المسيرة عنه تكمل المسيرة تشهنه وتطرد المحتل هي معاملة ما تقول الروحك هذا الحشي هاي المعاملة كملت آآ استهالف وما بيه أنه أنا ما اقربت أحققها المبوي ويكمل كل الأوراق المطلوبة بس شنو لأموت لا يختم لأن عمره ما مكملها معاملة لا لا يكملها إن شاء الله تكمله الخاطر مديرك لا يخالف الخاطر مديرك لا يخالف الخاطر مديرك هاي هاي مهاملة عادي ويطلع مواطن من مكتب فرحان تقبلوها يعني بتالي أمري إيجي يصير يا خالد نتحمل ما الشي هذا رح أوقع عليه يا خالد تعال على روحك شوية أصمر بتالي متالي نهايتي على إيد هيتش فايل وصخ سلسطاق رح يوقع معاملتك وترجع للبيت وتفت السعيدة إن شاء الله دقيقة دقيقة هذا عم كبوت الله شحب القلم باح الشحب مال القلم الله تابعش من الرطوبة يا الله ايه دكة ايه دكة ايه دكة اخوي ها 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 هة هاي الورقة اللي من زمن النجاشي صادره قبل خمسة وأربعين سنة روح جيبلي وحدة جديدة بمكانها وتعال لا صاد اكسباير وهاي المعاملة جابها الوالد الله يرحمه أول ما بدأ بالمعاملة قبل تقريباً 88 سنة هاي أيضاً تروح تجيب لي واحدة بمكانها وتجيب لي وهذا توقيع المختار الله يرحمه قبل 104 سنوات تروح توقعها من المختار الجديد وتجي هنا وأوقع لكم إياها من هاي العين قبل هاي العين لا عفوني عفوني على هذا خلاك روح نبذ تهديد اشتركوا في القناة